بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل الحديث على ما يستفاد من قوله تعالى وإذا خذ الله ميثاق النبيين إلى قوله تعالى فأولئك هم الفاسقون والفائدة الثانية شهادة الله جل وعلا وشهادة أنبيائه على كفر من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن الله أخذ عليهم الميثاق لا يؤمنن به ولا ينصرنه وشهد أشهد على ذلك أنبياءه قال فاشهدوا وشهد هو سبحانه وتعالى على ذلك فقال وأنا معكم من الشاهدين فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وذلك بشهادة الله عليه وشهادة أنبياءه وإن كان يزعم أنه يؤمن بموسى كاليهود أو يؤمن بعيسى كالنصارى فإنهم لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه فإنهم لا إيمان لهم ولا دين له لأنه بعد بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الجميع باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام ويستفاد أيضا من الآية أن من بلغه هذا القرآن فلم يتبعه فهو فاسق أي خارج عن طاعة الله لأنه قد قامت عليه الحجة لأن الله جل وعلا يقول ثم جاءكم رسول صدق لما معكم لتؤمنوا النبي وقد جاء الرسول بهذا القرآن فمن بلغه القرآن ولم يتبعه فإنه كافر بالله عز وجل ويستفاد من الآية أيضا أن الفسق قد يطلق ويراد به الكفر المخرج من الملة لأن الفسق في اللغة هو الخروج وهو قسمان فسق يخرج من الملة وهو فسق الكفر الكافرون فاسقون لأنهم خرجوا عن طاعة الله قال تعالى عن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه قال تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين ويطلق الفسق ويراد به الفسق الذي دون الكفر كأصحاب الكبائر من المسلمين فمن ارتكب كبيرة دون الشرك من المسلمين فإنه يقال له فاسق ويقال له ناقص الإيمان ويقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهذا الفسق الفسق الأصغر الذي هو دون دون الكفر فقوله تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يراد به فسق الكفر قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون هذا استفهام إنكار من الله سبحانه وتعالى على اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به بأنهم يبغون دينا غير دين الله عز وجل لأن دين الله هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فمن يبتغى دينا غيره بعد بعثته محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر مبتغيا لدين غير دين الله بل إنه متبع لهواه كما قال سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم قال تعالى وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أي وَلِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى إِنْقَادَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَكَرْهًا فالمُؤْمِنِ إِنْقَادَ لِلَّهِ طَوْعًا وَاخْتِيَارًا وَالْكَافِرِ إِنْقَادَ لِلَّهِ كَرْهًا لأن الكافر لا يخرج عن ربوبية الله وتدبيره سبحانه وتعالى فهو منقاد لله عز وجل اضطراراً لا يخرج عن ملكه ولا يخرج عن دينه وقيل كرهاً أي أن الكافر يعترف بالربوبية ولكنه يجحد توحيد الألوهية والحاصل أن الكافر ينقاد لله عز وجل بتوحيد الربوبية ولكنه يجحد توحيد الألوهية وهو عبادة الله له لا شريك له فيعبد مع الله غيره أو على المعنى الأول أن الكافر يخضع لأحكام الله القدرية التي تجري عليه ولا يستطيع الخلاص منها فهو منقاد لله وهو عبد لله العبادة الكونية لأنه لا يخرج عن ملك الله عز وجل وتدبيره فالواجب عليه أن يعبد الله وحده لا شريك له ثم قال جل وعلا وإليه يرجعون فجميع الخلق يرجعون إلى الله يوم القيامة ويحاسبهم ويجازيهم وهذا فيه وعيد شديد لمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بمحمد عليه الصلاة والسلام أنه سيرجع إلى الله يوم القيامة وسيجازيه على كفره وخروجه عن دين الله عز وجل ويوخذ من هذه الآية الكريمة فوائد عظيمة الفائدة الأولى أنه ليس هناك دين صحيح إلا ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم يخبرون عن الله عز وجل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم نسخ دينه إلى ديان السابقة فليس هناك دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام الفائدة الثانية فيه الرد على الصوفية الذين يتعبدون لله بغير ما جاءت به الأنبياء بل يتعبدون لله بمواجيدهم وأذواقهم وطرقهم الضالة التي ابتكرها لهم ابتكرها لهم رؤساؤهم ومشائخهم فهم ليسوا على دين الله الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وإن ظنوا أنهم يحبون الله وأنهم يعبدون الله إلا أنهم لم يكونوا على منهج الشريعة وإنما هم على منهج التصوف فإنهم يبغون دينا غير دين الله عز وجل الذي بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بل إن غلاتهم يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى الأنبياء ويقولون نحن وصلنا إلى الله ولسنا بحاجة إلى الأنبياء الأنبياء إنما هم للعوام فقط هكذا يقول غلاتهم والعياذ بالله هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاتباع دينه والتمسك بشريعته والاقتداء بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وإلى حلقة قادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته